موسيقى مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس البتدائي درسنا اليوم يونت ثري لسن ثري اليونت الثالث الدرس الثالث How often do you كم مرة موجودة بصفحة 42 من كتاب الطالب صفحة 40 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمى الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس البتدائي صفحة 42 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة How often do you كم مرة تقوم بعمل شيء معين أخذنا باليونت الأول الشرح المفصل لموضوع How often وبهذا الدرس راح نعيده نعيد شرحه ونعيده شون نسأل وشون نجاوب باستخدام How often وكذلك راح نعيد بعض المواضيع المهمة اللي خذناهنا بدوره السابقة كذلك عاد شرحهن بهذا الدرس من ضمن المواضيع اللي هو موضوع How often عرفنا أنه How often معناها كم مرة أو كم بالعادة تقوم بفعل شيء معين مثلا نقول How often do you play football كم بالعادة تلعب كرة القدم أو كم مرة تلعب كرة القدم وذكرنا أنه جواب يكون عنا باستخدام ظروف التكرار هس راح نجي نشرح أشرح مفصل بعد هذا النشاط مكتوب Listen and Read استمع وقرأ هنا أنا منطين جملتين تلاميذ اثنين يتحدثون عن أشياء اللي حبوها أو النشاطات اللي يعملوها بالعادة هنا أنا يطلب من التلميذ أن يستمع راح أقرأ الناس حاول تستمع واتبعوا إياه بعدها حاول تقرأ هذا النصوص إذن هذا النشاط للتطوير مهارة القراءة التلميذ الأول يقول I like swimming and tennis أنا أحب السباحة ولعبة التنس رياضة التنس I often go swimming أنا عادة أذهب إلى السباحة On Saturday في يوم السبت ذكرنا بدروس سابقة أنه أيام الأسبوع يجي قبلها حرف فجر On At the sport club في نادي الرياضة I sometimes play tennis with my friends بعض الأحيان ألعب التنس مع أصدقائي التلميذ الآخر يقول I don't like swimming أنا لا أحب السباحة I never go swimming أنا لا أذهب إلى السباحة مطلقا I like football best أنا أحب كرة القدم أكثر الرياضات I always play football أنا دائما ألعب كرة القدم At the weekend في أطلة نهاية الأسبوع إذن التلميذ بعد ما سمع الأستاذ يقرأ هذه النصوص يحاول يقراهن إذن هو نشاط صفي لتطوير هذه القراءة ننتقل إلى النشاط الثاني اللي هو listen point and say استمع أشر وقل هنا أنا منطيني ظروف التكرار على شكل مخطط يريد يوضح لي شيء من هذا المخطط إحنا ذكرنا أنه إذا أرد أجاوب على السؤال يبدأ ب How often أستخدم أحد ظروف التكرار مثلا سألني قل لي How often do you get up at 7 o'clock كم مرة أو كم بالعادة تصحى الساعة السابعة صباحا أرد أجاوب على هذا السؤال أستخدم أحد ظروف التكرار على مو أجاوب على هذا السؤال فمثلا أقول لي I always get up at 7 o'clock أنا دائما أصحى باكرا الساعة السابعة صباحا إذن ما في اليوم قعدت متأخر عن السبعة وإذا قلت I often get up at 7 o'clock أنا عادة أصحى الساعة السابعة معناها في بعض الأحيان أصحى متأخر فإذن Always معناها 100% دائما أقوم بهذا العمل اللي سئلتني عليه و often معناها غالبا أو عادة أعمل هذا الشيء اللي سئلتني عليه Sometimes بعض الأحيان هاي 50% 50% أعمل هذا الشيء اللي سئلتني عليه و 50% ما أعمله وبعد أن أنا ظروف تكرار اسمه Usually Usually غالبا كذلك معناها في بعض الأحيان أعمل هذا الشيء وبعض الأحيان ما أعمل و Never معناها أبدا لا أقوم بهذا الشيء مثلا إذا سألني How often do you get about 7 o'clock كم بالعادة تصحى الساعة السابعة صباحا و قلت له I never get about 7 o'clock أنا أبدا لا أصحى الساعة السابعة صباحا معناها أنا ما أقوم بهذا العمل إذن ذن الظروف التكرار أتعبر لي عن عدد مرات قيامي بنشاط معين إذن عرفنا الظروف التكرار و عرفنا أن How often أجاوب عنها باستخدام أحد ظروف التكرار قبل ما أحل هذا النشاط خلنا نجي نشرح How often الشو نسأل وشو نجاوب عليه ملاحظات قواعدية جدا مهمة عن موضوع How often أولا How often ذكرنا معناها كم مرة أو كم بالعادة وتستخدم للسؤال عن عدد مرات قيام الشخص بفعل شيء معين سألني مثلا قلي How often do you eat ice cream كم مرة أو كم بالعادة تأكل الأيس كريم فهنا سألني عن عدد مرات قيامي بأكل الأيس كريم عدد مرات قيام الشخص بفعل شيء معين شنو الفعل eat ice cream أكل الأيس كريم فهنا إذا أردت جاوب على هذا السؤال أستخدم أحد ظروف التكرار شنو أنه ظروف التكرار هذا أنه ظروف التكرار لازم نحفظهن المهم هنا أن نعرف كيف أن نجيب على هذا السؤال حيث نستخدم أما ظروف التكرار للجواب على هذا السؤال منتبه أما نستخدم ظروف التكرار اللي أخذناه من قبل دقيقة Always دائما Often Sometimes بعض الأحيان Usually عادة و Never أو نستخدم عدد مرات الذي سيتم شرحه في الدرس القادم اليوم رح نعرف شون نجاوب على هذا السؤال السؤال مال How often باستخدام أحد ظروف التكرار و إن شاء الله الدرس القادم رح نأخذ الشون نجاوب على هذا السؤال باستخدام عدد المرات مو باستخدام ظروف التكرار فاليوم رح نأخذ ظروف التكرار و إن شاء الله الدرس القادم نأخذ عدد المرات بعد ما عرفنا أن نجاوب على هذا السؤال باستخدام ظروف التكرار زيان وانا اخلي ظرف التكرار انا اعرف قللي how often do you eat ice cream كم مرة تأكد لأيس كريم لازم اعرف ان اعجاب always وانا اخلي الالويز بالجملة يكون موقع ظروف التكرار بعد الفاعل سألني الي قللي how often do you eat ice cream كم مرة انت تأكل لأيس كريم قلنا لا سألني الي اقول i اليو تتحول الى i i هو الفاعل ويكون موقع ظرف التكرار بعد الفاعل مثلا يقول له i always i always eat ice cream انا دائما اأكل الايس كريم او i often اتأكل ايس كريم انا غالبا اأكل ايس كريم اذا يكون موقعها بعد الفاعل اذا لم يكن في الجملة فعل كينونة انانا يكون موقع بعد الفاعل اذا ماكو فعل كينونة شن نفعل الكينونة ال is والار والعام حيث يمكن ان تأتي في الامتحان على الصيغة التالية خلينا نشوف شون تجينا بالامتحان قللي i go انا اذهب الى السباحة استخدم لي always خلالي بين قوسيا always يعني اش يريد يعني يقول لك دخل لي always بالجملة فانت بما انك تعرف موقع ظروف التكرار always هي من ظروف التكرار يكون موقعها وين بعد الفاعل ال i هو الفاعل فاقول i always go swimming انا دائما اذهب الى السباحة هاي اذا ماكو فعل كينونة وقد يجيب الجملة فعل كينونة في حال وجود احد فعال الكينونة اللي هي ال is والار والعام يكون موقع ظروف التكرار بعد فعل الكينونة مو بعد الفاعل مثلا قال لي she is happy انها سعيدة قال لي دخل لي always على الجملة فهنانا ذات ادخل always على الجملة يكون موقع ظروف التكرار في حال وجود فعل الكينونة از هي فعل كينونة بعد فعل الكينونة مو بعد الفاعل مثل الملاحظة السابقة فقو she is always happy هي دائما سعيدة اهنانا ما لقيت فعل كينونة اخليها بعد الفاعل اهنانا لقيت فعل كينونة اخليها بعد فعل الكينونة هاي صيغتي الممكن تجيني بالمتحان يجيب الجملة ويطيني ظرف التكرار ويطلب من اندي ان يخلي ظرف التكرار بالجملة مرات لا مثلا قل لي how often do you eat ice cream كم مرة تأكل ice cream وخلالي بينقوسيا مثلا sometimes بعض الاحيان فهنانا يريد من عندي اني اجاوب على هذا السؤال باستخدام sometimes فالطالب شو يقول يقول I باعتبار هو سعلني سعلني يقول لي كم مرة تأكل ice cream اقول لا I sometimes eat ice cream انا بعض الاحيان اأكل ice cream ال I اللي هو الفاعل يكون موقع ظروف التكرار بعد الفاعل اخليه ورا I وبعدين اكمل الجملة هذا ما يخص موضوع how often انا شرحناه بدروس سابقة وهذه المرة الثانية لان موضوع جدا مهم بالامتحان التحريري سواء كان امتحان الشهري او امتحان نص السنة وحتى امتحان اخير السنة من يمكن يجيب لي جملة وينطينوا اياها ظروف تكرار يقول لي دخل ظروف التكرار على الجملة او يجيب لي سؤال ويقول لي جاوبنا عن هذا السؤال باستخدام احا الظروف التكرار نتبع الملاحظات اللي شرحناها في هذا الدرس على موضوع نجاوب على هذا النوع من رسل نرجع نحل النشاط اللي تركناه قبيل دقائق اللي هو listen to jenna talking about herself استمع الى جنة تتحدث عن نفسها now write about yourself ثم اكتب عن نفسك اهنان الاستاذ رح يسألني يقول لي مثلا how often do you get up at 7 o'clock كم مرة تصحى الساعة السابعة صباحا فاحنا ذكرنا انه دار دجاوب على هذا النوع من رسلة اذا رتجاوب على السؤال يبدأ بhow often استخدم احا الظروف التكرار وين موقع ظروف التكرار بعد الفاعل وين الفاعل الفاعل بما انه سألني الي رح يكون I فاقول لا I always مثلا get up at 7 o'clock انا دائما اصحى الساعة السابعة صباحا انه هو عبارة عن نشاط صفي يقول لك استمع الى جنة تتحدث عن نفسها ثم تحدث عن نفسك فهنا اللي همنا مو النشاط اللي همنا شون نجاوب على ذن الاسئلة لان اسئلة جدا مهمة من الممكن نجيب ليها بالامتحان او يسألني اياها شفويا داخل الصف فهنا أنا I always get up at 7 o'clock انا دائما اصحى الساعة السابعة صباحا نلاحظ ان الفاعل I اجيب بعد الظروف التكرار اللي هو always وكملت الجملة مثل ما هو سألني السؤال الثاني قال لي how often do you clean your teeth after breakfast كم مرة او كم بالعادة تنظف اسنانك بعد الافطار المفروض التلميذي جواب على هالسؤال بما انه سألني الفاعل رح يكون I اقول لا I والظرف والتكرار مثلا تلميذي يقول I often غالبا او عادة I often clean my teeth after breakfast انا عادة انظف اسناني بعد الافطار I often clean my teeth after breakfast هنا انا بعض التلميذي يسألون ليش اليور صارت ماي اهنا اقول لك how often do you clean your teeth كم مرة تنظف اسنانك انت فعنا لما ان اردى اجاوب على هالسؤال اقول لا انظف اسناني فاليور تتحول الى ماي my teeth اسناني your teeth اسنانك فاليور تتحول الى ماي الاستاذ يسأل مرة ثانية how often do you play with your friends on friday كم مرة بالعادة تلعب مع اصدقائك في يوم الجمعة التلميذي المفرض يجاوب اقول لا I مثلا often sometimes حسب رأي التلميذ بعد التناميذ يقول I never انا ابدا ماالعب مع اصدقائي اختار الظرف التكرار المناسب اخلي ورا الفاعل مثلا اختار sometimes اقول I sometimes play with my friends on friday الاستاذ يسأل مرة ثانية how often do you watch tv before school كم مرة تشاهد التلفاز قبل ان تذهب الى المدرسة التلميذي يجاوب مثلا اقول لا I never انا ابدا watch tv انا ابدا لا اشاهد التلفاز before school قبل المدرسة I usually watch tv before school انا عادة ان اشاهد التلفاز قبل المدرسة الى اخر كذلك هالسؤال how often do you go shopping with your family كم مرة بالعادة تذهب الى التسوق مع عائلتك التلميذ كذلك يجاوب مثلا اقول له I always انا دائما go shopping اذهب الى التسوق with my family مع عائلتي وهكذا مع البقية how often do you eat ice cream كم مرة تأكل الايس كريم التلميذي يجاوب يقول له I usually eat ice cream من البيت الى اخر هذا ما يخص هذا النشاط نشاط جدا مهم من الممكن يجيب لي احد ذن الجمل ويقول لي جاوبنا عن هذه الجملة باستخدام احد ظروف التكرار يطي نيابيا قوسيا ولازم اعرف شون جاوب عن هذا السؤال او قد يسن بداخل الصف كسؤال شفوي ننتقل الى الصفحة الثانية من كتاب الطالب read the sentence اقرأ الجملة and choose how often واختر كم مرة بالعادة هنا انا منطيق جملة لازم تفهم الجملة ومن خلالها تختار الظرف الملائم اللي يناسب الجملة شون يعني يعني مثلا منطيق مثال هو من الجملة الاولى she doesn't like chocolate هي لا تحب الشوكولاتة so she doesn't eat it لذلك هي لا تأكلها بما ان افتهمت الجملة اجي اشوف she often eats chocolate هي بالعادة غالبا تأكل الشوكولاتة ذكرنا انه هي لا تحب الشوكولاتة خلنجي نشوف الثانية she sometimes eat chocolate هي بعض الاحيان تأكل الشوكولاتة كذلك هي doesn't هي لا تأكل الشوكولاتة اصلا خلنجي نشوف ضرف التكرار المناسب اكثر she never eats chocolate هي ابدا لا تأكل الشوكولاتة نعم هذا اكثر خيار مناسب لذلك ضرف التكرار never يناسب هذه الجملة لان هي ابدا لا تأكل الشوكولاتة لذلك وضع صح على الظرف التكرار المناسب للجملة اللي منطينيها ثانيا our teacher gives us homework everyday معلمنا يعطينا واجب بيتي كل يوم فهنان خلنجي نشوف ضرف التكرار المناسب لجملة بما انه كل يوم اكيد نستخدم ضرف التكرار مناسب للeveryday لكل يوم the teacher always gives them homework المعلم دائما يعطيهم الواجب البيتي نعم بما انه كل يومية فنخلي always دائما خلنجي نشوف الثانية the teacher sometimes بعض الاحيان لا مو بعض الاحيان هو كل يومية ينطيهم the teacher never ابدا ما ينطيهم كذلك هذه خاطئة اذن always هو اكثر ضرف التكرار مناسب للجملة number three ثالثا they have eggs for breakfast every week هم يحظون ببيض للإفطار كل اسبوع بما انه كل اسبوع مو كل يومية فاكيد ما استخدم always always غير مناسبة always معناها كل يوم فالشيء متكرر دائما often غالبا او عادة low never ابدا بما انهم يأكلون او يحظون بالبيض كل اسبوع فالخيار الامثل هو كلمة often عادة او غالبا لا دائما ولا ابدا number four رابعا I only play tennis in summer انا العب التنس فقط في الصيف معناها هذه always دائما يلعب التنس لا غير مناسبة sometimes بعض الاحيان نعم مناسبة never ابدا ما يلعب التنس لا هو يلعبها لكن بعض الاحيان فقط في السمر في الصيف هذا ما يخص هذا النشاط نشاط جدا مهم من الممكن ان يجيني بسؤال مفردات يجيب لي احد ذن الجمل الاربعة ويخيرني بان الاختيارات المناسبة يطيني ظروف تكرار مناسبة لجملة فانا من خلال سياق الجملة لازم احدد ظرف التكرار المناسب لجملة مثل ما وضحنا ننتقل الى اسفل الصفحة look at the table on page 42 انظر الى الجدول في صفحة 42 من كتاب الطالب هذا الجدول اللي حليناه قبل دقائق talk about yourself وتحدث عن نفسك هنا النشاط الصفي عبارة عن محادثة بين تلاميذ اثنين كل تلميذ يختار سؤال ويجاوب عليه مثلا تلميذ الاول يقول I always get up at 7 o'clock انا دائما اصحى الساعة السابعة صباحا التلميذ الاخر يجاوب I sometimes watch TV before I go to school انا بعض الاحيان اشاهد التلفاز قبل ان اذهب الى المدرسة اذا هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة تحدث لدى الطلاب ننتقل الى كتاب النشاط تمرين A complete the diagram اكمل المخطط diagram معناه مخطط منطيني مخطط 100 75% 50% 25% 0% يقول لك طيني ظروف التكرار اللي كتبناها قبل دقائق حسب هذا المخطط وضحنا انه اذا كانت النسبة 100% معناها دائما انا دائما اقوم بفعل شيء معين والكلمة المناسبة ظروف التكرار المناسب هو كلمة always و 75% اذا اقوم بعمل شيء معين بنسبة 75% اقول often وذا 50% sometimes وذا 25% usually وذا صفر فاقول never ابدا ما اقوم بعمل شيء معين هذا مجرد نشاط صفي اذكرنا باستخدام ظروف التكرار اما تمرين بي write the days of the week in order اكتب ايام الاسبوع بالتسلسل منطيني هو اول يوم اللي هو الاحد Sunday بعدها لازم اكمل ايام الاسبوع بالتسلسل فاحاول اكملها بالتسلسل احنا حافظين ايام الاسبوع بالتسلسل رتبنا ايام الاسبوع بالتسلسل بعد ما رتبناها مكتوب listen and check استمع وتفقد اتأكد من اجاباتك هذا ما يحتاج لنسمع المقطع الصوتي لان احنا نعرف ايام الاسبوع بالتسلسل فاما تمرين دي write activities for each day in the table اكتب النشاطات التي تقوم بعملها لكل يوم من ايام الاسبوع بالجدول امن طبعا يسويها على شكل محادثة هو what do you do on Thursday تلميذ يسأل تلميذ اخر يقول له ماذا تفعل يوم الخميس بهنا نانا يوم الخميس التلميذ يجاوبه ويكتب اجابته هنا هذا مجرد نشاط صفي يخلي التلميذ يكون جمل مفيدة باستخدام ظروف التكرار مثلا يقول له I often go cycling انا عادة اذهب الى قيادة دراجة الهوائية فهنا مجرد نشاط صفي يكتب التلميذ النشاطات اللي يقوم بيها في ايام الاسبوع مثلا Sunday يوم الاحد يقول I often go to the cinema عادة اذهب الى السينما بيوم الاحد Monday I often go shopping انا اذهب الى التسوق وهكذا مع البقية في كل يوم يكتب النشاط اللي يقوم بعمله شن مطلب حفظه من ذن التمارين الثلاثة اللي هو 80B وC وD اهنا عدنا ملاحظات قواعدية جدا مهمة اخذناها بدروس سابقة ورح نعيدها بهذا الدرس اللي هنه اولا يكون الحرف الاول من ايام الاسبوع كبيرا اين ما وجد 終 incorpore انه يوتكلي ان لازم اكتب ايام الأسبوع الحرف الاول منها كبير إذا تلاحظتوا أن كتبنا الحرف الأول من أيام الأسبوع كبير عين ما وجد في الجملة هذه خذناها الملاحظة بدروس سابقة وسنعيدها لأنها جدا مهمة لذلك يجب أن ننتباه في سؤال التنقيض إلى أن أيام الأسبوع يجب كتابة الحرف الأول منها كبيرا عين ما وجدت هذه أول ملاحظة الملاحظة الثانية تسبق أيام الأسبوع يعني يجي قبل أيام الأسبوع حرف الجر ON خذناها بالدرس السابق اللي هو حرف الجر نستخدمه مع أيام الأسبوع اللي هو الـ ON وليس in أو at في الجملة لذلك يجب ننتبه إلى سؤال قواعد إذا جاءت في الصيغة التالية من الممكن يجيب للمتحان مثلا يقول لي بما أن السندي أحد أيام الأسبوع أخلي له حيث نستخدم on لأن الفراغ جاء بعد أيام الأسبوع هذا ما يخص لنا التمارين وعرفناهن وعرفنا الشيء الملاحظات الخاصة بيهن ننتقل إلى تمرين F أكمل العبارات التالية ننتبه هنا هنا أنا منطيني الحروف الجر in on at with فلازم نعرف استخدام كل ذن حروف الجر أولا نستخدم in مع السنوات والأشهر سنوات قد يكون 1990 مثلا جابل من المتحان أو 2001-2002 أي سنة أستخدم وياها in والأشهر قد يكون جنوري فبروري مارس أبريل مايجون جولاي إلى آخره أستخدم وياها حرف الجر in نستخدم on مع أيام الأسبوع مثل ما وضحنا كما تم شرحه سابقا أما at نستخدمها مع الساعات والعطل at مع الساعات مثلا six o'clock أقول at six o'clock لا استخدم in ولا on ولا with أما with نستخدمها مع كلمات محددة كما في التمرين هذا أني بعض الكلمات محددة نستخدم وياها with مثل ما رح نجي نوضح بهذا التمرين خلنجي نحل هذا التمرين أولا فراغ the weekend weekend أطلت نهاية الأسبوع شاستخدم وياها in on at with ذكرنا أنه مع العطل نستخدم at فاقول at the weekend في العطلة number two ثانيا bed bed السرير شنو حرف الجر المناسب in في السرير on على السرير at كذلك على السرير with مع السرير أكيد الحرف in هاي ما لها ملاحظة نحاول نحفظها ما موجودة بيها ملاحظة ذكرناها بقية بيها ملاحظة أطفاء ما عدا هاي الجملة ما بيها ملاحظة نحاول نحفظها in bed في السرير نحاول نحفظها مثل ما رح نجي نوضح بالقطعة القادمة أنه لازم نستخدم in مع كلمة bed number three ثالثا فراغ my family عائلتي in on at low with أكيد الكلمة with مع عائلتي number four رابعا فراغ six o'clock six o'clock معناها الساعة السادسة مع الساعات نستخدم at فاقول at six o'clock number five خامسا فراغ my friends أصدقائي مثل my family عائلتي أستخدم لها with with my friends مع أصدقائي number six سادسا saturday saturday السبت شن حرف الجر المناسب بما أنه يوم من نيام الأسبوع أستخدم مياه on on saturday في يوم السبت هذا ما يخص هذا التمرين زين شون يجينا بالامتحان B صيغتين أما يجيب ليها على شكل وصل يجيب لي حقلين حقل A وحقل B وصل حروف الجر بالعبارات المناسبة فلازم أعرف كل حرف الجر شي ناس بيها عبارة أو يجيب ليها بسؤال القواعد مثلا يقول لي بما أن 7.30 ساعة أستخدم مياه at فأقول at 7.30 مثال آخر I went to my grandfather فراغ weekend in low on low at weekend أطلت نهاية الأسبوع العطل نستخدم وياها at مثل ما وضحنا بملاحظات هذا ما يخص هذا التمرين عرفنا شنو استخدامات ال in وال low on وال at كذلك عرفنا شوان تجينا بالامتحان الصيغتين اللي ممكن تجينا بيها بالامتحان لذلك نحاول نحفل كل حرف الجر العبارة اللي تناسبة بالإضافة للملاحظات اللي شرحناها ننتقل إلى تمرين g listen find the mistakes and write the correct words استمع تجيذي الأخطاء وكتب الكلمات الصحيحة بنانا منطين النص هذا الشخص يتحدث به النص هذا بي مجموعة من الكلمات الخاطئة اللي موجودة بخط خفيف أو فاتح هذي كلمات خاطئة من خلال المقطع الصوتي اللي رح نستمع له نجر خاطع على الكلمات الخاطئة ونصححها بالفراغات اللي منطيني اياها فرح نسمع المقطع الصوتي أو الشي نطلع الأخطاء نصححها وبعد أن نعرف شيء مطلوب حفظه من هذا النص خنسمع المقطع الصوتي أو الشي شكرا للمشاهدة 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 عادة اذهب الى التسوق مع عائلتي انلاحظ my family خليها تستخدمت اياها with at the weekend الويكند اطلت نهاية الاسبوع انا عادة اذهب الى التسوق مع عائلتي في اطلت نهاية الاسبوع I eat breakfast انا اكل الافطار in bed فنلاحظ ان البيت اللي هو السرير استخدمت اياها حرف وجر in مثل ما وضحنا بالتمرين السابق I never eat cake خاطئة وضعت مكانها ice cream I never eat ice cream in bed انا ابدا لا اكل على السرير او في السرير do you هل تفعل انت هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط صفي يدربني اكثر على استخدامات ظروف التكرار موقعها واستخدامات الان والان والعات اما تمرين اي what do you do at the weekend ماذا تفعل في اطلت نهاية الاسبوع write two sentences اكتب جملتان هذا النشاط صفي لاختبار قدرة الطالب على تكوين جمل مفيدة فهنا يقول لك ماذا تفعل في اطلت نهاية الاسبوع حاول تكون جمل مفيدة On Saturday يوم السبت I always أنا دائما تعتمد على رأي التلميذ بيوم السبت ماذا يفعل التلميذ فمثلا يقول I always go swimming with my friends اذهب الى السباحة مع اصدقائي في اطلت نهاية الاسبوع I sometimes انا في بعض الاحيان مثلا نقول watch tv وشاهد التلفاز هذا مجرد نشاط صفي لاختبار قدرة الطالب على تكوين جمل مفيدة هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا به How often شون نسأل وشون نجاوب عن هذا السؤال باستخدام ظروف التكرار وعرفنا انه لازم نعرف موقع ظروف التكرار يكون موقعه بعد الفاعل اذا ما كان اقف فعل كينونة واذا كان اقف فعل كينونة يكون موقع ظروف التكرار بعد فعل كينونة وكذلك عرفنا شون نجاوب عن ال how often باستخدام ظروف التكرار وان شاء الله الدرس القادم نعرف شون نجاوب عن ال how often باستخدام عدد المارات وكذلك عرفنا التمارين المهمة اخذنا استخدامات ال in وال on وال at وكذلك الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالمتحان على شكل وصل وصل حروف الجر بالعبارات المناسبة او على شكل اختيارات بسؤال القواعد ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسارة ووظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة